إذا ترك الإنسان الصلاة تحاونا أو كسلا تركا نهائيا وهو مسلم ويعرف الإسلام وأهله مسلمون ثم مريض بمرض صعب وتوفي ماذا يكون حاله هل يدعى له بالرحمة ويدفن في مقابل المسلمين أم كيف يكون التوجيه كذلكم الله أخيرا إذا ثبت أنه تارك للصلاة متعمدا أول حياته ولم يعرف عنه أنه تاب قبل موته ورجع إلى الله عز وجل فإنه لموت سمع الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين كما بعد إن أمر الصلاة عظيم ومكانها عند الله كبير وهي عمود الإسلام وهي الركم الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عنه العبد والقيامة من أعماله فإن صفة قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا دين لمن لا صلاة له ومن أراد أن يعرف قدر الإسلام عنده فلينظر إلى قدر الصلاة عنده والصلاة كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة هي عنوان الإسلام فمن تركها أو تعمدا لتركها فإنه يكفر بذلك ويخرج من الدين قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكهر والشرك تركوا الصلاة وأهل النار إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذا أول جواب يجيبون به عن هذا السؤال فالأمر خطير جدا فهذا الذي يسأل عنه السائل أنه مضيع للصلاة وأنه مات على ذلك ولم يعرف أنه تاب إلى الله قبل موته بل مات وهو على هذه الحالة لا يصلي أبدا هذا يعتبر كافرا لا يجوز أن يعامل معاملة موت المسلمين فلا يدفن في مقابل المسلمين ولا يدعاله ولا يستغفر له لأنه مات على غير الإسلام أما إن عرف أنه تاب إلى الله قبل أن تبلغ روحه الغرهة ورجع إلى الله وندم على ما حصل منه أنه يعامل معاملة المسلمين لأن التوبة تذب ما قبلها نام